إذا فرزت الصور بالاسم بتلاحظ أن الصور اللي تم نقلها تحتوي على صور تايم لابز وعددها كبير جداً حتى أميزها عن باقي الصور بخليها ضمن مجموعة أختار الصورة الأولى وأنزل إلى آخر المجموعة وبالضغط على مفتاح Shift أختار الصورة الأخيرة حتى أحددهم دفع واحدة وبالضغط بالزرار الأيمن للفأرة أختار من قائمة المساد إلى Stack Group As Stack أو من قائمة Stacks أختار Group As Stack واختصارها Command G للمستخدمي Mac Control G لمستخدمي Windows وبتلاحظ جمعهم داخل مجموعة واحدة وتمييزهم بعدد الصور وتقدر توسع المجموعة بالضغط على نفس الرقم أو بالاختصار Command زايد السهم اليمين لمستخدمي Mac أو Control زايد السهم اليمين لمستخدمي Windows ولإغلاق المجموعة ضد Command زايد السهم اليسار لمستخدمي Mac أو Control زايد السهم اليسار لمستخدمي Windows ولو كبرت عرض الأيقونة بواسطة هذا السلايد بسحبه إلى الجهة اليمين ستلاحظ ظهور زر التشغيل بجوار عدد الصور هذا يشغل لك Time Labs وتستعرضه كما يمكنك تحديد فريمات العرض بالضغط على المجموعة بزرار الأيمن للفأرة ومن داخل ستاك اختر Frame Rate رح اختار 30 فريم كمثال وأرجع عضوات زرار التشغيل مرة أخرى لاستعرض التايم لابس بشكل أسرع هذه الطريقة تجعلك تحدد الفريم المناسب قبل البدء بإنشاء Time Labs كما أنها توفر لك مساحة داخل المجلد وترتبه دون الحاجة لإنشاء مجلد مستقل في الفيديو التالي سنقوم باستعراض الصور وطريقة التقييم ترجمة نانسي قنقر